نعم بالنسبة للمواجهات التي يقوم بها حزب الله منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت هي الكثافة النارية بعملية استعمال الصواريخ الإعلام الحربي يشير إلى عدد كبير من العمليات باتجاه عدد كبير من المستوطرات ومن المواقع الإسرائيلية ولكن هي ثلاثة من حيث أهميتها إن كان باتجاه قاعدة ميرون التي شار الإعلام الحربي إلى أنها القيادة المركزية للعمليات الجوية أو أيضا قيادة المنطقة الشمالية أو أيضا في زرعيد من حيث التقديرات وأيضا البيانات يمكن القول إلى أكثر من 200 صاروخ حتى هذه الساعة بأنواعها التقليدية ولكن جل هذه الصواريخ هي من جراد وكاتيوشة بإضافة إلى بعض الصواريخ المواجهة هي التي أطلقها الحزب منذ حوالي عشر دقائق كانت سفرات الإنذار تدوي في مصطوط غنات الشميرة وهذا دليل على عمليات عسكرية على أن العمليات العسكرية لا تزال تجري حتى هذه الساعة بالنسبة إلى الإسرائيل أيضا الغارات على قدم وساق وإن كانت آخر هذه الغارات باتجاه بلدة طلوسية وحولة ومركبة بالإضافة إلى قصف مدفعي من المرابد في هرامون أو المرابد في مقابل لرامية وعدد كبير من قزائف المدفعية الـ 155 المختلفة بأشكالها بمعنى التقليدي والفسفوري سقطت على عدة مناطق ولكن الأساس الذي الآن يتجه باتجاه الجبهة أو الأنظار هي كيف هي عملية الرد كيف نسق العمليات العسكرية من حيث القوى النارية هل أنها ذهبت باتجاه مواقع جديدة أو مواقع قديمة ولكن حتى هذا التوقيت كل الذي قصفه هو قصف عود على أبدء بمعنى إلى أنه قصف في الفترات الماضية إن كان ميرون أو القيادة الشمالية أو أيضا مركز المركبات التي تصنع فيه التذرع الحديدي ما يسمى بالتحصينات الحديدية للألات الإسرائيلية المدرعة وهي على سبيل المثال في زرعيت على سبيل الذكر يعني زرعيت هي لا تبعد حوالي 3 إلى 4 كيلو مترات من الخط الأزرق بعض يقول حتى هذا التوقيت إلى أن الرد الأساسي السما الأساسية فيها هو كمية الكثافة النارية بأعداد الصواريخ وإن كان في الفترات الماضية وصل في يوم إلى 100 أو 120 صاروخ ولكن هذه المرة كانت الكثافة منذ ساعات الصباح الأولى في الدفعة الأولى حوالي 120 إلى 140 صاروخ الآن البعض يقدر فوق المئتين البعض الآخر يقول إلى أن كل هذه الصواريخ أتت في إطارها التقليدي ترجمة نانسي قنقر